السلام عليكم واسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة أخوكم المهندس يوسف القحطاني وحياكم الله معاي في حلقة جديدة من برنامج يوسف شو حلقتنا اليوم عن الكورفت أدري أنها طالعة من بداية السنة وحضرنا العام الماضي في دبي إطلاق الكورفت السي ايت في دول الخليج ولكن اليوم رح أتكلم عن شغلات يمكن الأغلب ما يتكلم عنها في السوشال ميديا أغلب اللي موجود في السوشال ميديا يعطيك المواصفات والأوبشنز والأسعار وهلو مجرع طبعا رح أعطيكم في البداية مواصفات السيارة مع بعض الملاحظات مع بعض الإلقاء الضوء على تصميم السيارة مقارنة في الجيل السابق بنهاية الحلقة رح أتكلم عن أشياء تغيرت جذريا في الكورفت السي ايت أو الجيل الثامن من الكورفت تغيرت جذريا أثرت عليها بشكل إيجابي وشكل سلبي قبل ما ندخل خلونا نرحب في الأعضاء المنتسبين الجدد في قناة يوسف شو أخونا وتأذر كويت أهل ومسهلة وحياك الله ونورت القناة وكل المتابعين أخونا هاني الدار يا هلا ومسهلة وحياك الله ونورت القناة وكل المتابعين وكلكم اللي تشاهدون الآن منورين القناة سواء كنتوا منتسبين أو مشتركين في القناة العامة وإن شاء الله أن ننفيد ونستفيد مع بعض عشاق الكورفت هم فئة معينة يعشقون العضلات الأمريكية ومهما حاولت أنك تقنع في أي سيارة ثانية ما رح يقتنع ولا تلومه في الشيء هذا لأن الجي ام أو الشفر عليه بشكل خاص عطوا عشاق السيارة هذه اللي يبون محركات كبيرة باور عالي تقدر تعدل في السيارة الأصوات الطرب النغم الآن صار فيها تكنولوجيا يعني تقدر تقول عطوهم كل شيء بس بسعر يكون إلى حد ما معقول خصوصا لما تجي تقارن أداء الكورفت صارت تنافس بشكل كبير السيارات الأوروبية ولما نتكلم على السيارات الأوروبية تحس أن هم صاروا يبغون يقارنون أنفسهم في السيارات اللي المحرك يكون في النص فراري لامبرغيني وهلهم جراء ولكن هم فعليا الكل يحاول أنه من تحت لتحت يشوف ال911 اش قاعد تسوي ويبغي يسوي يا زيها أو أفضل منها شوي الكورفت السي 8 تقدر تقول يعني كستاندرد تقدر أنها تنافس إلى حد ما ال911 ال992 الكاريرا طبعا نتكلم عن الستاندرد مع فرق أن هذه 6 سلندر الكاريرا بينما هذه 8 سلندر 3.0 هذه 6.2 هذه تيربو هذه تنفس طبيعي ففي فروقات كبيرة جدا ولكن خلونا ناخذ مواصفات الكورفت السي 8 أو الجيل الثامن إذا بنتكلم عن المحرك محرك جديد صح أننا متعودين لنا 6.2 ممكن شفناه في الكورفت السابقة في الإسكليت ولكن المحرك هذا جديد 6.2 تنفس طبيعي هذا شيء حلو يعطيك الأداء اللي تبه وبنفس الوقت إذا قيادتك اقتصادية رح تطفي أربع سلندرات وتشتغل السيارة وتمشي بأربع سلندرات الشيء هذا حلو أنك توفر في البنزين يقلل في الحرارة عمر المحرك يزيد وهلو مجرع الباور نتكلم على ما شاء الله 490 حصان و 630 نيوتو متر العزم إذا ما أخذت عليها السبورت ولكن لو تأخذ السبورت سيزيد عندك 5 حصان و 7 نيوتو متر فتصير 495 حصان و 637 نيوتو متر العزم شيء بسيط ولكن يعطيك أداء أخف ويعطيك باور وتورك زيادة طبعا المحرك أغلب المحركات اللي موجودة يكون لها الكل سلندر فيه 4 فالفز أو صممات بينما في السيارة هذه حاول أن يخلونها أولد سكول ففيه صممين طبعا المحرك صار في الوسط فهو بيكون شوي تشالنج للأشخاص اللي عدلون والأشخاص اللي حالون يشتغلون على سياراتهم ولكن بعد شوي بتشوفون الشفر إليه إلى أي درجة هم حاول أن يخلون السيارة هذه أنك تقدر أنك تتسوي عليها شوية سيانة تغيير زيوت وفلاتر وهالأشياء طبعا السيارة هذه ستاندرد حطين فيها التكنولوجيا اللي هو دراي صم الأويل الزيت أو دهن السيارة فيه تانك ويشتغل بالضغ فالتكنولوجيا هذه يستخدمونها في سيارات الرئيس علشان يضمنون أن الضغط الزيت داخل المكينة يوصل جميع أجزاء المحرك مهما كان اللود اللي يكون عليه في طراك في الطرق العامة تسوي درفت تضمن أن الزيت أو الدهن يوصل جميع أجزاء المحرك فما يتأثر عندك المحرك القير ثمان سرعات دبل كالتش ما عاد فيه قير عادي فعشاق القير العادي الله أعلم في المستقبل هل رح يكون فيه ولكن حاليا ما فيه قير عادي نظام التعليق في السيارة عندك أنواع إذا ما تكلم عن الستاندرد فالستاب كستاندرد سبورت سواء قدام أو وراء ولكن فيه عندك بكيج يسمونه الزيت ففتيون يعطيك السسبنشن رياضي بيكون option عليه اللي هو الماغنتيك رايد كنترول اللي هو نظام التعليق اللي فيه ماغنتيك بحيث أنك لما تحط السيارة على السبورت أو على التراك تقدر تتعدل فيه تخليه يكون قاسي الحلو أن الدراكسون في السيارة هذه زي ما شفنا في سيارات الكادلك من شركة زد أف ويعطيك إحساس وأداء ولا أرواح الفرامل في السيارة نقدر نقول نوعين تجيك الستاندرد الأمامية 321 في 30 ملي السمك بينما الخلفية تصير 339 الدايميتر أو الدائرة في 26 ملي ولكن لو أخذت الزد 51 راح تصير عندك الأمامية 345 بينما الخلفية راح تصير 350 وطبعا من بريكات برمبو يمكن لو ترحضون الأرقام راح تحسونها أصغر من اللي نشوفه أو اللي متعودين عليه في الكاريرا تكلم على Z51 تكلم على تراك وهذه فتكلم على كاريرا S البريكات في الكاريرا شي خيالي ولكن الأداء في الفرامل في السيارة هذه جدا ممتاز الكفرات اللي موجودة ستاندرد اللي قدام 19 اللي وراء 20 الكفرات أو التواير الأمامية 245 تقريبا على 35 فالبروفايل صغير الخلفية راح تكون 305 على 30 20 إنش فبتكون متعبة شوي في المطبات والحفر الله يعينك إذا خدت Z51 اللي يعطيك التراك أوبشنز وهذا هنتكلم عنها شوي بعد شوي إن شاء الله مهم جد الأشخاص اللي يبغى يشتري الكورفت السي 8 إذا نكتب وتروح تراك مهم جدا أنك تطلب عليها Z51 مهم جدا يعطيك حتى تبريد للمحرك السيارة بتكون ستاندرد عليها المشلن Pilot Sport اللي هي جميع المواسم ولكن لو بتاخذها بالتراك أو Z51 راح تاخذها على Pilot Sport 4S اللي هي الكفرات أو التواير الرياضية وزن السيارة بدون أي سوائل تقريبا 1530 يعني يمكن تزود عليها أبو 70 إلى 100 كيلو اللي هي السوائل اللي موجودة في السيارة فيعتبر وزن السيارة إلى حد ما شوي ثقيل إذا بتقارن في المنافسين يعني لو ناخذ مثلا 488 نحن تلقى الوزن في 1400 وشي بينما في السيارة هذه نتكلم على 1500 يعني شوي ونقرب 1600 ولكن خلونا نكون واقعين كم سعر السيارة هذه فلا تقارن هذه بالفراري حتى لو كان المحرك في في الوسط خلصنا من مواصفات السيارة خلونا الآن نشوف منظر السيارة طبعا رأيه الشخصي هذه وجهية السيارة وهذه وجهية السي 7 الجيل السابق نشوف القديمة وجهها بري سيمبل بسيط ولكن عنيفة شوي ممكن نشوف الكبوت والإضاءة كذا بارزة فشكله من أعتقد أنه شكل الأول يمكن يكون أحلى الجديدة تحس وجهها كبير الفتحات في كبيرة شوي علشان موضوع التهوئة ومع تصار في عندك محرك قدام وأكيد طبعا الريغوليشنز والأظمة الدولية أجبر السيارات أنه يكون عندك وجه السيارة مرتفع ولكبوت يكون مرتفع علشان لا سمح الله لو تصدم شخص يمشي في الطريق فما يتعور لو كانت السيارة مرة نازلة رح تقص الشخص اللي يمشي الله يعافينا وإياكم فمن شخصيا أعتقد أن السيارة من قدام السي 7 أعتقد أنها أحلى من السي 8 ما دل يبين في الصورة هذه أو لا ولكن في بعض الصور رح يبين معكم أن المراية اللي في الجهة الراكب أطول شوي من المراية اللي عند السواق وهذه ذكرنا في سيارات الفولسفاغن والأودي في أيام التسعينات لو نشوف صورة من الجنب هذه السي 8 ركزه في وجه السيارة في النص وخلفية السيارة وهذه القديمة السي 7 أعتقد الصورة تتكلم عن نفسها أول شي فقدت في السيارة النوز الطويل نشوف هذه ما في نوز تقريبا أو وجه السيارة قصير مرة بينما في الجيل السابق الوجه طويل الوجه الطويل يعتبر من أجمل الملامح اللي تلقاها في سيارات خصوصا الرياضية لو بنشوف مثلا المرسيدس الجي تي ولا أروح الشغلة الثانية ونشوف مكان السواق أقرب في الجيل السابق أقرب للكفرات أو التواير الخلفية وهذا يعطيك إحساس وأداء رياضي إحساس على الأقل عندما تسمع الكفرات والتواير الخلفية أنت أقرب لها فيعطيك إحساس جدا حلو بينما في الجيل الجديد تحس أنك تقريبا في النص أقرب شوي للكفرات أو التواير الأمامية اللي عادة يعني أودك تقرب من اللي وراء أكثر من اللي قدام للمتعبة تكون في اللي وراء لو بنشوف الخلفية رح نشوف أن السي سيفن جاية باستمرار زي كذا بينما السي ايت رح نشوف من السيارة جاية ما هي تحس أنه في كونسستنسي يعني في ثبات في تصميم السيارة غير كذا شي مهم جدا خسرناه في السيارة هذه السي سيفن توزيع الوزن 50% قدام 50% وراء بينما في الجديدة لأن المحرك صار في النص ما يلف الخلف أكثر فصارت 60% وراء 40% قدام الأشياء السلبية الأشياء الإيجابية رح نخليها بعد شوي لو بنشوف خلفية السيارة هذه السي ايت ركزوا في الخلفية مع الجام أو الإجزازة الخلفية والمداقر أو الرفارف أو الوفخوذ الخلفية خلنا نقول والجيل السابق السي سيفن والإكزاز طبعا السي سيفن السي ايت هل تشوفونا تقدم أو رجوع إلى الوراء أنا أعتقد السي سيفن أحلى طب لو نشوف الجناح الخلفي هذه السي ايت وهذه السي سيفن من بنظركم الجناح الخلفي بيكون أحلى الات أو السيفن أعتقد السيفن من وجهة نظري بيكون أحلى فاودي تعطونا في الكومنتز هل أنت تشوف السي سيفن أجمل أو السي ايت من الأشياء الحلوة في السيارة هذه أنها أضفولك اللي هي أنك تقدر أنك ترفع السيارة وتنزلها بضغطة زر هذا شي جدا مهم ضغطة زر خلال ثلاث ثواني تقريبا رح ترفع لك السيارة من قدام تقريبا ثنين إنش أو تقريبا خمسة ستة سانتي والحلو أن ضغطة زر يعني ما رح تدور في العداد وين تضغط زر والسيارة ترتفع معك طبعا لازم تكون أقل من 24 ميل 24 ميل تقريبا يعني أقل من 35 كم في الساعة ولما تعدي السرعة هذه رح تنزل السيارة الشي المرة خطير أن السيارة هذه تقدر أنك تخزن لما تمشي على مطب وترفع تخزن في السيارة تقول هذا مطب أبغى لما أعدي من عليه طبعا عن طريقة الجي بي اس فلازم تطرب على السيارة جي بي اس يقدر يخزن إلى ألف مطب فوين ساكن في الكويت كل الكويت مطبات تقدر تخزن أكبر قدر ممكن من المطبات اللي موجودة في الكويت في السيارة هذه الرياض ما شفت فيه مطبات كثيرة طبعا من أصعب الأشياء أنك تجي توقف سيارة سوبر أو سيارة سبورت بشكل عام في باركنج خصوصا يكون ضيق أو من قدام تحكي السيارة أو من وراء أو من الجوانب الكفرات والتواير والرنقات والأشياء هذه الحلو الكورفت الجديد السي ايت فيها كاميرات 360 درجة بس إنها متطورة لدرجة أن ما في جزء من السيارة ما تقدر تشوف فيه وتقدر تشوف قدام عندك قدام فيه كاميرتين عندك وراء فيه كاميرتين الكاميرا اللي تيجي تحت والكاميرا اللي تيجي فوق بحيث أنك تشغل المرر اللي في الوسط بدان ما تطالع في المراية اللي في النص تشوف وراء بكل وضوح وطبعا السنسورات موجودة عندك ما شاء الله في كل مكان وتقدر تعدل الأنقل حق الكاميرات اللي موجودة في السيارة تخليها تكون فلات أو أنك تخليها مثلا تكون وايد أنقل أو أن هذه الأمامية اللي نشوف الآن راح توريك الرصيف اللي قدام لما تيجي توقف راح تعدك رؤية كأنها من فوق عشان تشوف قربت من الرصيف أو لا حركة جدا مهمة ودائما السيارات السوبر كار أو السبورت كار فعلا تتوهق في المواقف ومصافة وعندك نشوف البلايند سبوت النقطة العمية أو النقاط العمية والأشياء هذه بتكون متوفرة على السي ايت هذه الكاميرا الخلفية في المراية اللي في النص وتقدر أنك تسوي زوم ان وزوم آوت وتقدر أنك تعدل في قوة سطوع الكاميرا حركة جدا مرتبة يعني لما تأخذ سيارة سبورت فبعلا تكلم راح تخسر كل الأشياء هذه والحلو في الكورفت السي ايت أنك تقدر تأخذها كوبي أو كنفير تبق والحلو بعد أن الكوبي تقدر أنك تفك السقف بشكل يدوي وأنا أعتقد أنها أحلى من الكهربائي لأنه يخليك تتعامل مع السيارة ويصير بينك وبين السيارة علاقة فبنشوف الآن أنه يورينا أنه ما خلو شيء لدرجة أنه عندك في الدبة الخلفية في مكان تقدر أنك تشيل السقف وتشيل الحالك يعني صح أنه كبير بس أنه خفيف جدا بحيث أنك تركبه في الدبة أو في الشنطة الخلفية وتثبته وتسكر وتروح تنبسط حسيت أنه بينزل مطر والجو بدي تغير وصار حر وغلي شمس خلال خمس دقائق تنزل تركبه عندك داخل ثلاث نقاط تقفله ومورك تمام صارت السيارة كوبي أو أنك تأخذ الكونفيرتبل اللي تصير كشف تصير ما شاء الله عندك بضغطة زر تقدر أنك تفتح السقف بس لازم تكون السيارة مثلا شغالة ضغطة زر تفتحها ويروح عندك السقف بالكامل بيروح فوق المحرك الكورفت الكونفيرتبل حلوة مرتبة وتقدر بضغطة زر وتكنولوجيا وتطور ولكنك رح تخسر حاجة يمكن ما تنتبه لها منظر المحرك الخلفي فرح نشوف أنه في السيارة هذه ما رح تقدر تشوف المحرك شغلة ثانية حلوة وغريبة من نفس الوقت حلوة أنك تقدر تفتح السقف السيارة عن طريقة الريموت ولكن لما تجي تبيت قفله للأسف ما تقدر تكفله بالريموت لازم تكفله وندخل السيارة ومثل ما نعرف أن السيارة الآن صار عليها غير تماتيك اللي هو دبل كرتش ثمان سرعات في كثير من الشباب يقول والله أنا أبغى وانا ماشي في بوليفارد أو على الكورنيش أو مكان أبغى أسمع الشباب مثلاً صوت الإكزوز ما أبغى أحط السيارة في الأن وأضغط على قولتهم بنزين ولا أشياء هذه ضبطوه لك السيارة هذه بحيث أنك تقدر أنك مجرد ما ترفع البلس والماينس اللي موجود في الدركشن أو في السكان ترفعهم رح يفصل القير عين المكينة دوس على راحتك وبنفس الوقت إذا أنك مطف في التراكشن مجرد ما تدوس بنزين وتفك يدينك رح تقدر أنك تسوي درفت في السيارة هذه وشفناها في السيارات الأوروبية من أول حركة حلوة وهم يقولون حن ما حن أقل من السيارات الأوروبية اللي تعطيك إياها السيارات الأوروبية نقدر أنه نعطيك في السيارة الأمريكية القير الشفتنج فيه جدا سريع وبتقدر أنك تحطه مانول ولكن ترى مو مانول مية بالمية يعني ما رح يسمح لك أنك تسوي داون شفتنج أو أب شفتنج أوفر علشان يحمي المحرك بالنسبة للسيارة ولكن عموما إذا أنك حطها في الثاني مثلا ودست على أخير فما رح تغير مثلا للأول علشان ما تأثر على المكينة ولكن إذا أنك مثلا على اللمت وتبغى تسوي داون شفتنج فالسيارة ما رح تسوي داون شفتنج ومن الأشياء الحلوة والمهمة جدا في الكورفت الجديدة اللي هو الباكيج حق Z51 التراك باكيج وفيه أوبشن إضافي اللي ممكن شوفه الآن أنك تقدر أنك تخزن التراك بالكاميرات اللي موجودة في السيارة حركة جدا روعة تقدر تخزن التراك ويعطيك المعلومات اللي أنت فعلا تحتاجها ويعطيك أكثر من وضعية تبغى سبورت تبغى تراك تبغى السرعة مع الجي فورسز أو تبغى كاميرا ويعطيك الار بي ايم والسرعة وممكن أنك تحط الماب بحيث أن السيارة تخزن التراك اللي أنت موجود فيه وتوريك سرعاتك في كل كورنر وممكن بعدين تطلحها في ميموري كارد تحطها في الدرج اللي قدام تحط فيه ميموري كارد ويخزن كل المعلومات فيه الحلو فوق هذا أنك تقدر أنك تبرمج السيارة مجرد ما تشغلها تشتغل عندك الكاميرا وتسجل مشوارك من البيت للدوام أو للكافي أو وين ما رح تروح بس كان ودي أنا ما أدري إلى الآن ما شفت أي أحد صور من داخل السيارة ولكن كان ودي أن يعطونا زي ما تعطينا بعد السيارات الأوروبية أن يكون عندك كاميرا داخل السيارة فتصور اللي داخل السيارة وتصور خارج السيارة طبعاً اللي موجد في الكربت الحلو أن يطلع لك نفس الشي الصوت فرح يسجل عندك فيديو وصوت رح تستمتع وتنبسط على صوت المحرك اللي موجد في السيارة هذه شيء آخر روعة في السيارة هذه أنه رح يجي مع السيارة كتيب إذا طربت زي 51 رح يجي معها كتيب كيف أنك تجهز سيارتك أنك تروح تراك الحركة هذه قمة الروعة يمكن من أقل السيارات اللي تعطيك حرص واهتمام وتقول لك إذا بتروح تراك عندك هذا الكاتروج أو المينيو سو 1 2 3 4 فيعطونك يقول لك قبل التراك سو 1 2 3 4 خلال التراك سو 1 2 3 4 بعد ما تخلص التراك سو 1 2 3 4 فهم يعطونك شغلات جداً مهمة وأنا بقولكم إياها ومعقدة شوي يعني راح تشتغل شوي يعني في بعض الشغلات لازم ونت في التراك تركبها وعشان أكون دقيق بحط لكم ال document تقرأها ممكن تكون طويلة شوي ولكن الفرامل أو تبريد الفرامل الخلفية يجي معاها ducts لازم لما تكون في التراك تركبها عشان تبرد الكفرات أو التواء البركات الخلفية تخلص التراك معنات أنك لازم تنزل وتشيلها وتحطها عندك داخل السيارة يعني شوي متعبة يمكن علشانها بتكون أنزلة شوي فمع الحفر والمطبات والأشياء هذه ممكن أنها تطيل عليك لما تجي تكون محرك في الوسط وصيانة فبتتوقع أن الوضع بيكون جداً مأساوي اللي عندهم البورش ممكن يقولون فعلاً الوضع صعب أو الماكلرين أو الفراري أو اللمبورغيني أو أه ولكن الكورفت قالوا حنا بنبسط عليك الأمور فهذا مكان الفلتر حق الزيت أو الدهن وهذه الصرة أو المفتاح اللي تفكه عشان تسوي الدرين أو أنك تنزل الزيت وبنفس الوقت يقولون لك أن الصيانة معت صارت كل الفين أو خمس آلاف لا عندك كمبيوتر في السيارة زي السيارات الأوروبية حسب سرعتك أدائك عنفك مع السيارة أو التراك حتتعلمك السيارة ما تتغير زيت القير زيت المكينة فلتر القير فلتر المكينة وبنفس الوقت حتى في موضوع التراك يقول لك إذا أنك تروح التراك دائم معاً أنك لازم تغير زيت القير والفلتر حق القير كل 24 ساعة تراك يعني تروح التراك ويكند كم المجموع 4 ساعات أوكي معناتها باقي عندك 20 ساعة للويكندات الجاية بعد ما تخلص الـ 24 ساعة ما نعتقد أنك لازم تغير الزيت أو الدهن نفس الشيء البرايكات زيت الفرامل أو الفلود حق الفرامل لازم أنك تغيره تحط اللي يتحمل حرارة وتكون عالية جداً وين مكان الزيت لما تجي تبقى تشيك عليه هم الآن يورونا مكان الزيت اللي موجود في السيارة مكانه جداً سهل والستيك ما هي زي السيارات الأوروبية بالعادي ما نول تفتحها وتحط وامورك تمام وهم يورونا الآن في الكونفيرتبل أو الكشف وين تحصل لأماكن الصيانة فلازم تفتح عن طريق الريموت مؤقتاً وتشيك على الأشياء هذه سواء كان موية الريديتر أو الدهن أو الزيت وعندك قدام اللي هي موية المساحات الأمامية وصراحة الكثير الكثير من التغيرات اللي سوتها الشفروليه في الكورفت الجديد نجي الآن للنقطة الحاسمة في الموضوع وش المحاسن والمساوة اللي صارت بالكورفت لما نحطه المكينة في الوسط أول وحدة أن الوزن صار في لخبط شوي بدل ما كان 50-50 صار الآن 60% في الخلف 40% قدام أول شي رح تلاحظه في السيارة أن لما تكون في كورنر لازم تنتبه لدعساتك بمعنى منطالع من الكورنر لازال فيه كورنر إذا دست بنزين رح يصير فيه الأندرستير السيارة رح تمشي سيدة فلازم أنك تصبر ليه ما يتعدل وجه السيارة أو أنه يكون وزن قدام السيارة فتلف فتلف ونتماسك البريكينج علشان يكون عندك لود كبير قدام عشان تقدر تلف معك السيارة بس الحسنة اللي أخذتها السيارة التسارع من صفر إلى مية ما شاء الله تبارك الله ليش؟ لأنه صار عندك وزن كبير جدا على الكفرات أو التوائر الخلفية لأن السيارة نازلت إلى الآن دفع خلفي إيش المشكلة الثانية اللي رح تأثر على السيارة الفرامل أقوى فرامل في السيارة اللي هي الأمامية الخلفية تجي بعدها ولكن لما تقول عندي وزن قدام أربعين فالمية وفي الخلف ستين فالمية وإن دايس الوزن قدام رح يخف يمكن يكون ثلاثين فالمية وممكن يكون خمسة وعشرين على حسب دعستك للبنزين ولكن لما تجي تمسك بريك الفرامل اللي قدام قوية جدا إيش رح يسوي اي بي اس اي بي اس اشتغل فمعنات أنك رح تاخذ مسافة أطول هذا مو من صالحك فلذلك يبغالك تحاول تستفيد من وزن السيارة الخلفي في التصارع ولكن يبيلك تحسبها مية مرة لما تجي تمسك بريك الوضع يختلف كليا عن الناين اليفن الكاريرا الوزن وراء أعلى جدا ولكن المكينة وراء المحور الخلفي فالضغط رح يصير على اللي قدام وعلى اللي وراء في الكورفت أو المحرك الوسطي هو يشيل وزن من وراء ويرميه قدام فرح يمسك عندك قدام الابي اس مجرد ما ينقز الوزن قدام رح تشتغل عندك فرامل الابي اس فبرمج في السيارة هذه الابي اس الخلفي بحيث أنه أو القوة عفوا قوة الفرامل في الكورفت السي ايت في الخلف ضعفوها شوي علشان ما يشتغل عندك الابي اس ويأثر على أداء السيارة استفدت تصارع قوي ولكن الفرامل بتكون أطول شوي فلو تاخذ كورفت سي ايت و سي سيفن بنفس السبك أو بنفس المواصفات تمشون مثلا مئة وعشرين أو مئة وخمسين تمسكن بريك احتمال كبير السي سيفن تكون أقصر من السي ايت بروز وكونز نجاحات وفشل أو أنك تنجح في هذه أو تخسر في هذه الشغلة الثانية اللي غيرتها الكورفت الفرامل عندك تو سيستمز في الفرامل اللي في الكورفت الجديدة اللي هي بريك باي واير الفرامل اللي فيها كهربائية سلك صحيح أن الضغط أنك تضغط بس أنت تضغط في عندك ناك سنسور يقيس إلى أي درجة أنت تضغط الفرامل فيها إيجابيات وفيها سلبيات الإيجابيات أنه يقدر يبرمج لك أنه يخليها نورمال سبورت تراك يعطيك إحساس حلو إحساس فيك طبعا بنفس الوقت أنه الاستجابة فيها سريعة جدا الشغلة الثالثة الفرامل الهايدروليك العادية غالبا يكون فيها مشكلة الزيت حق الفرامل لما تستخدم الزيت في الفرامل أو تستخدم الفرامل بشكل كثير في الطراك الزيت هذا يوصل مراحل وبعدين يغلي إذا يغلي رح يطلع بخار داخل البايبز فلما تجي بعدين تبي تمسك بريك تمسك بريك يصير فيه ضغط على الغاز الغاز بينضغط بس ما رح يوصل الضغط للفرامل اللي موجوده في السيارة رح يصير عندك فايدنغ فتمسك تحس السيارة ما تمسك معك هذه المشكلة اللي موجودة في الهايدروليك ولكن مع السيستم الموجود هذا هم عالج المشكلة هذه إذا حست السيارة فيها سنسور إذا حس أنه فيه ضغط زيت عالي أو ضغط غاز أو غاز عالي جدا السيستم هذا رح يضغط الزيادة انت ضغط مثلا 50% رح يضغط هوي مكمية في المية علشان يخلي معك مجال أنك تمسك بريك ورح يعطيك تنبيه داخل السيارة ترى الفرامل حارة إذا ما استمعت رح يقول لك وقف فهذه إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا الجديدة اللي في السيارة ولكن كسيفتي أنت عندك 2 سيستمز في السيارة فالأمور تمام يعني لو صار عندك مشكلة في الكهرباء لازل عندك فرامل هيدروليك وأخيرا وليس آخرا السيارة ستاندرد تقدر أنك تلعب في نظام التعليق أو السسبنشن اللي موجود في السيارة بمعنى لو تروح التراك كورفت يقول لك لازم أنك تعدل الكامبرز الأمامية تخليها ماينس 3 أو ناقص 3 والخلفية ناقص 2.5 والكفرات والتواير باردة خلفية 24 PSI وخذ لك كم لفة وتأكد من ضغط الهواء المفروض أنه يكون بين 32 و 35 عشان تاخذ أفضل أداء في السيارة هل الكورفت الجديدة صارت فعلا للتراك وتقدر تستخدمها في التراك هذه النقطة اللي تبغى تثبتها لك الكورفت أو الشفر وليه بشكل عام يقولون سيارتنا أبروفد معتمدة تقدر تاخذها في حلبات وتراك وتنبسط وأصلا هذا من صالحهم أن كل ما تستخدم سيارتك كل ما تستهلكها وكل ما تكون معاها عنيف أنت بالنهاية رح ترجحها لو كانت وتسوي الصيانة وتغير زيوت وفلاتر وكفرات وتواير وفرامل ودسكات وكل الأمور هذي وأنت تنبسط وهم ما ينبسطون أن يخذوا منك فلوس هل السي 8 أفضل من السي 7 على الورق أنا أعتقد أنها أفضل صارت السيارة كأنها سوبر التنافس الأوروبي ولكن في الواقع من وجهة نظري الشخصية أنا أعتقد أن عندهم مشكلة في هوية السيارة تغيرت 180 درجة اللي تعودوا على الكورفت أنا ما أعتقد فيه شخص كذا كان متعود على الكاريرا أو متعود على اللمبرغيني أو الفراري بيروح كذا من الباب البطاقة بيروح يشتري الكورفت عشاق الكورفت هم اللي رح يأخذون الكورفت فرح تصير عندهم مشكلة أنه رح يحس أنه يسوق سيارة مختلفة كليا عن الكورفت اللي تعود عليها متعود أنه يسوي دريفت متعود أنه يسوي دونتس الوزن وراه بيكون عالي فبتكون الدونتس والدريفت بتكون جدا صعبة لأن السيارة على طول تأخذ لفة وعندك وجه السيارة بيكون جدا خفيف فما رح تنبسط سيارة 50-50 فبيكون فيه مشاكل ويمكن يكون فيه حوادث للناس اللي طلعوا من السي 7 رايحوا للسي 8 الله يحمينه وياكم لذلك إذا عندك سي 7 بتروح للسي 8 حاول أنك تنتبه في البداية على الأقل أول أول سنة أو أول سنتين من قيادتك للسيارة هذه وعسى الله يحفظنا وياكم بناية الحلقة أتمنى أن استفدنا وانبسطنا واستمتعنا في المعلومات هذه عن السي 8 ولا تنسون طبعا الانتساب في قناة يوسف شو علشان التغطيات الخاصة في حلقات خاصة بيني وبين المنتسبين أخذ فيها راحتي علشان لا يكون فيها يعني أحد يزعل من خارج القناة سواء كانت شركات أو وكالات أو بعض الأشخاص اللي ممكننا يتحسس من بعض خلنا نقول الصراحة اللي بتكون زايدة شوي فأخليها للمنتسبين اللي فعلا يحتاجون أو يبغون يدعمون قناة يوسف شو وكلكم مشكورين يا المنتسبين وبإذن الله أدن أني وعدتكم أكثر من مرة ولكن بإذن الله أني يكون فيه لقاء لايف مع بعض بإذن الله وطبعا لا تنسون تراني أنا أكتب ملاحظاتكم عندي كل الملاحظات اللي دونتوها لي والأولوية في الكومنت يمكن الله حتى في الفترة الأخيرة تكون للمنتسبين أخذ ملاحظاتهم فعلا بعين الاعتبار لأنهم فعلا مهتمين وحرسين على قناة يوسف شو أو أنك تكون ضيف عزيز وغالي علينا في القناة وتشترك وإن شاء الله أنك مرح تندم وأكيد لا تنسون اشتراك سبسكرايب لايك مشاركة الحلقة للناس اللي عزون عليكم وفمال الله